المنطق بقى لابد أن نعتمد على المنطق والعقل معروف معروف أن الله له أعمال يتفرد به أعمال السيادة الإلهية بمعنى أنا ممكن أعمل توكيل لشخص ما يقوم ببعض الأعمال نيابة عني يعمل لي ترخيص للسيارة يشتري بيت أو يبيع بيت باسمي محامي عملت له تفويد أو توكيل لكن هل أستطيع أن أعمل تفويدا لأحد أيا كان عشان يعيش باسمي وعشان يأكل مكاني وعشان يتنفس بدلا مني وعشان يكون زوجا لإمرأتي وأبا لأولادي إطلاقا في أعمال تستلزم موجودي أنا إذا اختفت فأنا لست موجودا الله أوكل بعض الأنبياء لعمل بعض المعجزات فموسى مثلا إلي عمل لكن الخلق من أعمال الله السيادية لأنه إذا أوكلها لآخر يستطيع الكون أن يستغني عن الله وقتما يقوم من له التفويد بعمل الخلق فلأ قلت المسيح ليس هو الله ولكن الله فوضه بإذنه لكي يقوم بعملية الخلق إذا يستطيع الكون أن يستغني عن الله وقتما الوكيل يقوم بعملية الخلق والكون لو استغني عن الله لحظة ما يبقى شو الله لكن لإن الله فيه يقوم الكل فالمسيح هو الله الذي فيه يقوم الكل أعمال المسيح السيادية اللي من غيرها ما ينفعش يكون هو الله وهذه أخص خصوصيات الله موضوع الخلق وحتى في العهد القديم لما صنع معجزات كان يصلوا لأله كان يطلبوا من الله وحتى لما المسيح فوض التلميذ بشفاء المرضى وإقامة الموتة كمان كان باسم يسوع المسيح وهذا دليل أن المسيح فعلا هو الله تأمين